ازاي تعمل اندو في تلاتين سانية دي هتبقى سلسلة فيديوهات عن ازاي تبقى سريع في الاندو كان اول فيديو اتكلمنا فيه عن ازاي تعمل اكسس كافتي في تلاتين سانية الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي استخدامك للروبر دام بيخليك سريع جدا في الاندو انا مش جاي اتكلم معاك عن اهمية الروبر دام وان من غير الروبر دام مفيش اندو وانه اساس الاندو انك بتعمل او بتقلل البكتيريا اللوت او بتقلل البكتيريا الموجودة داخل الروت كانال انت اكبر من كده انت الكلام ده عارفه انا جاي يتكلم معك عن الروبر دام بيخليك سريع في الاندو هتكلم معك عن ليه انت متشتغلش بالروبر دام هتكلم معك عن ليه بتكرم الروبر دام هتكلم معك عن ازاي تركب الروبر دام في تلاتين سنية رخم واحدة عشان تبقى سريع في شغل الاندو لازم تبقى عادي شغال وانت نفسيا مفيش مفيش قلق مفيش ضغط مفيش توتر. طب ايه الحاجات اللي بتخليك تبقى الان ومتوتر وانت شغل شغل الاندو? ان خايف ان يحصل معاك اشهر وارخم انواع اللي ممكن تحصل معاك وانت شغل اندو ايه? ان الفايل بتاعك يتكسر. دي اكتر حاجة بتدقي اي دكتور وبتقفل يوم. ولو جينا عمانة دراسة عن نسبة حدوث البروكن فايل مع الناس اللي بتشتغل بروبر دام والناس اللي بتشتغل من غير روبر دام هلاقي ان الناس اللي بتشتغل من غير روبر دام فرصة حدوث البروكن فايل معهما عالية. طب ليه? لان مقدار وهم شغالين بيبقى عالي. بسبب ايه الاسترس ده? اول حاجة بسبب ان طول الوقت انت وانت قاعد شغال خايف يعفو بوق العيان. او طول الوقت خايف من ان تدخل في او طول الوقت عمل بتتخانق مع وهم عملين بيجوا على السنة. وعمل بتقول العيان افتح بوقك افتح بوقك. عارف انت لو مركب روبر دام العيان هيفضل فتح بوقه طول الوقت. ده غير الدوشة اللي انت بتبقى فيها طول الوقت طول ما انت شغال من غير روبر دام. من ايه? من صوت الساكشن اللي شغال جنبك. وقفة جنبك. وصوت مزعج. انت بقيت بتروح متصدق. خصوصا لما تبقى حاطس في بالك ان الروبر دام اللي انت بتحطه ده بيقلل فرصة زي ما قلتلك بشكل غير مباشر. انك بتقدر داخل فطول ما انت شغال الفايل طالع داخل بيقطع فويت ميديا. طول الوقت بتنضف اللي هي الاجزاء اللي بيجمع فيها بتنضف. فالفايل بيقع عليه اقل. ففرصة حدوث اقل. وبعيدة عن كل الكلام ده كفاية بس انك بتشوف لون الروبر دام اللون اللبني او اللون الازرق اللي يفتح النفس كده يبقى مريحك وانت شغال تبقى مرتاح نفسيا كده بالباكجراوند الحلوة دي. مثلا طول الوقت بتشوف لون احمر يعني بعيدة عن ان الجراحة جميلة وحلوة. بس فكرة اللون الاحمر اللي انت بتشوفه طول اليوم ده نفسيا بيأثر عليك بيضيقك. يعني طول الوقت انت شايف لسان العيان اللصة بق العيان كله لونه احمر. وبعيدة عن كل ده الروبر دام بيخليك تركز اكتر. وتحرف تستفيد من الاسيستنت اللي معاك. ما تبقاش طول الوقت بدلا ما انت مركب الروبر دام. لأ مخلي الاسيستنت هي الروبر دام. مخلي الاسيستنت هي اللي ما تسقول عن الايزوليشن. وطول حسبي ده فيه ليكتج الصلايفة لأ البندنج باز. ليه القلق ده? ليه التوتر ده? ليه تبقى عايش في كل ده? وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات اللي تكلمنا فيه عن قد ايه طب الاسنان ممكن يجيب لك اكتئاب وممكن يزود عندك ميول انتحارية او ميول ناحية او انك تفكر في ممكن تشوف الفيديو هيظهر في اللي فوق وهتلى اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن كمان كل دي حاجات تخليك تركب انك تتجنب وتشتغل وانت مرتاح? طيب السؤال دلوقتي هو احنا ليه مش بنركب اول حاجة لان هذا ما وجدنا عليه ايه بقى انا ان احنا اول ما جينا نشتغل في الاسنان ما كانش حد بيشتغل بالروبر دام ما ننساش ابدا كان الكتب بتاعتنا كان مكتوب فيها ان واحدة من للروبر دام انه ازاي انت بتقنعني بحاجة كويسة وبتعلي وجاي تقول لي ما هو طبعا مش هستخدمها بالاضافة ان احنا ما تعلمناش التكنيكس المختلفة للروبر دام ده غير ان احنا ما بيكونش عندنا عدد كلمبات كفاية او كلمبات محترمة نشتغل بيها غير بسعادة بيبقى في الايادة واحد او اتنين فبتلاقي نفسك خلاص ما بتشتغلش بالروبر دام يوميا ممكن تشتغل كل فين وفين لما بتركب روبر دام وطول ما انت ما بتركبش روبر دام بشكل مستمر هتبقى بطيق فيه ما هو طول ما انت ما تستخدمش الحاجة بشكل دوري هتبقى بطيق فيه فده تاني جزء هو ليه احنا مش بنركب روبر دام تالت جزء طب هو احنا ليه بنكره لانك طول الوقت فاكر ان الروبر دام بيستهلت منك وقت وبتضيع وقت جبير جدا وانت بتركب روبر دام وطول الوقت فاكر ان تركيب الروبر دام بيعطالك عن شغل الاندو بياخرك فبيحصل ايه بتكروت خطوة الروبر دام واللي بينتج عليها ايه انك ما بتحققش ايزوليشن محترم فتيجي تحط او تعمل داخل تلاقي وقفوا بققى العيان مرة واحدة تلاقي العيان مط من على الكرسي وعمال بيكح وعمال بتجيب مية بقى وساكشن وبتحول تقلل تركيز اللي انت شغل بيه فبتكره الروبر دام اكتر واكتر لكن عارف لو وديت الروبر دام وقته وركبت الروبر دام محترم وعملت ايزوليشن محترم هتلاقي نفسك بتخلص الاندو فتاكات كده اللي هو تبقى بتعمل كده بالفايلز او بالاندو موتور بتاعك بتخلص طب ليه رغم ان نمركب برضو بيحصل برضو بيقعه فوق العيان اربع اسباب اساسية اول حاجة نوع اللي انت يشغل بيه هو خلينا متفقين ان احنا لما بنيجي نعمل في الاندو بنعمل حاجة اسمها يعني سننا اللي بتكون مكشوفة سنة واحدة بس طب ايه مشكلة في حاجة زي دي سمكت الروبر دام نفسه احسن تستخدمه في حالات هو الروبر دام الخفيف ليه عشان تقدر تحط الروبر دام وينزل من تاني حاجة انك تحاول تفتح عادة في بعض الاسنان بيبقى فيها طايت طب حاجة زي دي تحلها ازاي انك بعد ما تدي انسيزيا تعمل ميزيال ودستل للسنة اللي انت هتشتغل عليها لما بتعمل لمدة بس تلات اربعة دقايق هتلاقي تبتدت تفتح بعد ما تشيل اللي انت حطتها طبعا بعد ما تشيلها وتيجي تحط الروبر دام بتاعك هتلاقي الروبر دام بتاعك بينزل يحضن السنة يقفل على السنة انت كده متطمن انك عامل سيل محترم فتقدر تحط وانت متطمن داخل بتاعك تالت نقطة ان التسعين في المية من حالات الاندو اللي احنا بنشتغلها بتبقى بسبب كلاس تو طب ايه مشكلة كلاس تو حاكتين ايه هما ان البابيلا بيحصل فيها يعني البابيلا نفسها بتبقى كبيرة فبتبقى دخلة في الكافتي او بتبقى كبيرة فما بتخليش الروبر دام يقدر ينزل بتحت مستوى بتاعت السنة يعني تخيل معايا كلاس تو اهو نرسم رسمة كلاس تو اهو دي المارجن ودي الجنجفا والروبر دام فوق فوق الجنجفا طب ازاي عايز الروبر دام ينزل لتحت تحت المارجن تحت الجنجفا المارجن بتاعت السنة بتاعتك بيبقى صعب طب حل حاجة زي دي ايه انك تعمل للجنجفا للبابيلا نفسها تقلل ارتفاعها عشان تقدر تحط الروبر دام بتاعك بالاضافة للخطوة اللي انا لسه قال عليها من شوية اللي هي ايه طب هو ده بيعمل ايه بيحصر لك الجنجفا بيقلل الفلويدز الموجودة في الجنجفا ويزقها ايه بيكلب بعد ما تشيل الودج ده هتلاقي الروبر دام بتاعك نزل تحت الجنجفا المارجن بتاعت السنة بتاعتك فوقتها بقى فيه سيل محترم ووقتها تقدر تشتغل وانت متطمن وانت محقق سيل وانت بتعمل انت مش قلقان ان يقع في بقى العيان رابع سبب زي ما قلنا ان نسبة كبيرة من حالات الانتو بتبقى بسبب بتاعتك تعمل فيها دي ايه كان انت بتسميها ايه انك محتاج انك ترفع الاول عشان تقدر تحط الروبر دام تحقق بيه وممكن مع حاجة زي دي او عشان تحل مشكلة زي دي تعمل ايه انك بعد ما تعمل تحط الروبر دام بتاعك وتروح اطو توجي الوجي هيبقى واقف فوق الروبر دام فيزقه ايه بيكلية طب عايزين نزود وانحقق ايزوليشن اكتر واكتر لان انا شايف ان ما حققتش ايزوليشن بشكل صحيح استخدم الليكويدام ده اختراع جميل جدا مش هتحس بقامته ولا هتحس قديه هو رائع غير لما تستخدمه وتهدر في براحتك يعني معلش مش هتحسه والله بقامته غير لما تجيب سرينجة كده وتهدر تهدر يعني تخلصها يعني ما ما تستخسرش او تقول خلاص كفاية كده لأ حط شوية حلوين واعمل كيورين كده وعامل محترم هتحس قديه هو عظيم بس جربه عشان انت مش هتجربه وارهناك انك مش هتعمل ولا هتجربه يعني رغم تكلمت على كتير الى ان لسه لحد دلوقتي في داكاترا تشتغل من غير ومش مدركين قدي ايه الدلع ده انا بقيت يعني داكاترا صحابي لما بجيب يعني لما ما هو مش مقتنع فبجيب له انا بتبقى بالنسبة له ادمان بعد كده خلاص شكرا اهو ادمانها انا كده اتطمنت على مستقبله في كده حاجة اساسية كده في الاندو لما تشتغل من غير انت فيتك كتير فالخلاصة محتاج انك تتجنب الاخطاء دي وتستخدم بشكل كافي عدد مرات كفاية ادي نفسك الوقت وديه له الوقت عشان تتقنه وتبقى شاطر فيه وتشتغله كتير لما هتمشي على الخطوات دي تصدقني هتلاقي نفسك بتركب ده في تلاتين سنية هتلاقي شغل الاندو بيخلص معك بشكل اسرع هتبقى شغال وانت مرتاح مش هتبقى قلقان ان يقع في بوقع العيان فطول الوقت مستني جيب عشان تعمل داخل بتاعتك وفرصة حتقل معك بس كفاية كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل ولو شايف انك استفدت ادعي لي دعوا بظهر الغيب لو عندك اي سئلة تبقى تحت في الكومنت ما تنسى تشوف كورساتنا على يديمي تشترك على جروب التليجرام اشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم